بدأنا بالملف الداخلي وكنا بدئين اتكلم على حفل تخرج دفع جديدة من طلبة كلية الشرطة واتكلمنا على العقيدة اللي بيتمتع بيها المقاتل المصري سواء على مستوى الكليات العسكرية اللي هي الجيش أو الشرطة يعني الحقيقة ما فيش انفصال أبدا في الفكرة أو العقيدة أو القدرة القدرة دي أكيد هي مدعمة بقانون لأن الطالب ده دارس للقانون فبيستخدم كل ما أتيح لي من علم وقوة ودراسة في خدمة مجتمعه على أي مستوى العقيدة مهمة جدا يا سيد عبد المحسن وطبعا حاببت تركز عليها قبل أن أطلع على الفاصل الحقيقة كمان ده العقيدة مش بس عند الجندي سيد وشام بس لا ده عند الأسرة المصرية كمان وده الجديد بقى إن هذه العقيدة الموجودة عند أبطالنا من أبطال الجيش والشرطة أصبحت موجودة كمان عند الأسرة المصرية اللي هي تمثلت في إيه زي المشهد اللي قلت لحضرتك أنا هزني جدا مشهد وجود تسعة من الخارجين هما في تسعة وعشرين تسعة وعشرين طالب في كلية الشرطة من أبناء وأشقاء شهداء الشرطة والجيش منهم تسعة تخرجوا يوم الخميس الماضي الرسالة دي رسالة عميقة جدا للداخل والخارج أهم حاجة في هذه الرسالة مش معنى إن واحد وقع شهيدا إن اليأس أو الإحباط أو الإنهزام يتسللوا إلى نفسنا بالعكسي بيبقى في رد فيها العكسي تماما لا حد وقع شهيد أنا هكمل رسالته وهكمل رسالته لما ييجي بقى من شباب صغير لما ييجي أبناءنا الزباط الخارجين دول يوم الخميسة ما بيحكي يقول أنا كان عندي ستاشر سنة وأخويا قتل والتاني يقول أنا كان عندي ستاشر سنة أو خمستاشر سنة وأبويا قتل وقع شهيدا وسمعت صوت الرسالة بوداني وقلت لا لازم هكمل الأعظم بقى في هذا كمان إن تخرج السيدة المصرية العظيمة وتقول أنا قدمت ابني الأولاني وأصريت على إن ابني الثاني يكمل مسيرة الأولاني مين في الدنيا كده وبالذات بقى تعالى نتكلم على مشاعر الأب والأم وهذا الكلام يعرف كويس جدا كل أب وكل أم أم عاديين يتفرجوا علينا يعني تخيل واحد فقد أو واحدة فقدت ابنها وتصر على أن تقدم ابنها الثاني ليكمل رسالة ابنها الأول شيء في منتعى العظمة ومنتعى القوة ومنتعى الإيمان الحقيقة ما أعتقدش إن هذا المشهد ممكن يكون إلا في حتة واحدة بس في الدنيا في مصر الخارج بيطلقة إزاي هذه المشاهد وهذه الرسائل الحقيقة لا هي طبعا رسائل في منتهى القوة ورسائل بتعرف مين أي حد في العالم مين الشعب المصري ده لا شعب له تركيبة مختلفة شعب متمسك بأرضه متمسك بوطنه عنده استعداد للتضحية إلى أبعد مدى سيباك بقى من بعض كذا كل شعب فيه الكلام دا بعض النفسهم ضعيفة بعض لكن في الآخر لديك أرضية ولديك شعب مؤمن بهذه الدولة مؤمن بالوطن عنده استعداد يضحي مفيش أغلى من الإبن هو ده ضمير الجامعي مفيش أغلى من الإبن يضحي بإبنه ويقدم إبنه تاني وهو عارف ما هو ما فيش أعمار بهذه الله لكن في الآخر هو فيه هدف أن نحن نحافظ على الدولة دي